اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتب صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب ويا مظلوم كربل سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم ناح الكساء لضلعها المكسوريه والكون ينعاء آية التطهيريه ناح الكساء لضلعها المكسوريه والكون ينعاء والكون ينعاء آية التطهيريه نار الضغائن أحرقت باب الهدى نار الضغائن أحرقت باب الهدى يا ليتها كانت كما في الطور حيث الكليم بهطمأنت نفسه موسى كليم الله حيث الكليم بها بها طمأنت نفسه ومع الإله مكلمان بسروري هذه نار الطور نار موسى أما نار التي شبت وأضرمت في دار فاطمة ونار الحقد آذت فاطمة يزرى ونار الحقد آذت فاطمة وتسعرت في بيتها المعموري يا Heavenly يا يا المعموري يا 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 قيل للباغي بها قطب الرحاة إذ أنها المشكات حول النور لم يرتدع بل قال قولته وإن لم يرتدع بل قال قولته وإن كي يبدل الأنوار بالديجور يا يا كي يبدل الأنوار بالديجور حينها مولاتنا فاطمة عندها استغاثت بالنبي وحذرت وهنا تجبر واعتدى بغروري فبلط مهيل العين أظلمت السماء أيها سيدة فبلط مهيل العين أظلمت السماء وآهل لها ولقرطها المنثور وآهل لها ولقرطها المنثور وبرطها بالباب ما تجنينها أيها سيدة أيها محسنة وبرطها بالباب ما تجنينها يا مستشهدان يمضي لبضع شهوري يا مستشهدان يمضي لبضع شهوري يا مستشهدان يمضي لبضع شهوري سقط يا مستشهدان يمضي لبضع شهوري وزينب حين ذاك حزينة تبكي دما من قلبها المفطور يا تبكي دما من قلبها يا المفطوري وحسين والحسن الزكي هذا حال أيتام فاطمة أولاد فاطمة وحسين والحسن الزكي بلوعتين ما بين منتحب وبين حسيري ما بين منتحب وبين حسيري والصبر كتف حيدرا وتدكدكت والصبر كتف حيدرا وتدكدكت منه الجبال بعبرة وزفيري يا أيامن الجبال بعبرة يا أيامن وزفيري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن يمنقلبي ينقلبون ورد في زيارة الجامعة عن مولانا الهادي عليه السلام أنه قال خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أم ترفع ويذكر فيها اسمه تعجلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان وتيسيرا للأمور ولقضاء الحوائج وشفاء للمرضى ورحمة للأموات ولرفع البلاء والوباء زينوا وعطروا مجالسكم ثلاثا بذكر محمد وآل محمد زيارة الجامعة الواردة عن مولانا الهادي عليه وضل التحية والسلام وهذا المقطع من نص هذه الزيارة مناسبة هذه الزيارة جاء رجل للمولى الهادي عليه السلام لمولانا أبي الحسن قال له يا ابن رسول الله علمني قولا بليغا أزور به أي منكم المعصومين الأربعة عشر من مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مولانا صاحب العصر والزمان فالمولى عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام قدم له هذه الزيارة العالية في المضامين والمفاهيم زيارة الجامعة الكبيرة الإمام الهادي عليه السلام يقتبس هذا النص الذي أخذناه وبدأنا به مجلسنا يقتبس هذا النص من الآية الكريمة الموجودة في سورة النور الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال طبعا هذه الآية آية أن الله عز وجل أذن للبيوت أن ترفع بعض البيوت مو كل البيوت جاءت من بعد الآية التي الله نور السماوات والأرض الله عز وجل يبين على أن هذا النور يا أيها الناس تجدونه في هذه البيوت يا بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال زين يا إلهنا يا مولانا هذه البيوت من فيها من الموجود بهذه البيوت التي يذكر فيها اسم الله ويسبح ويسبح فيها لله تبارك وتعالى تجي الآية التي من بعدها بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سياق منسجم في هذه الآيات نور هذا النور تجدونه وين في تلك البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه من الذين أو من موجود في هذه البيوت هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار زين هذه البيوت التي قد ذكرها المولى الهادي عليه السلام في نص الزيارة واللي اقتبسها من وين من هذه الآية من سورة النور في كتاب الله تبارك وتعالى ما هي هذه البيوت أو أي هذه البيوت المعنية والمراد فيها بهذه الآية الكريمة البعض قال بأن هذه البيوت هي المساجد وكما نعرف ويطلغ على المساجد أنها شنو بيوت الله تبارك وتعالى المساجد هي بيوت الله الإمام الحسن العسكري عليه السلام أو الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام كان عندما يذهب أو يتوجه إلى المسجد يقف بباب المسجد يرفع رأسه ويقول إلهي ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عنده بجميل ما عندك وللمساجد في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام فد شأن معين فد اهتمام فد عظم فالتقدير فالتقدير للبيوت أو للمساجد التي يعبر عنها بأنها بيوت الله تبارك وتعالى فهناك روايات عن آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أنه هناك أجر ثواب أعدة لمن يبني مسجدا أو لمن يشارك في ولو مقدار شبر في بناء مسجد أو ذراع فمجموعة من النصوص من الروايات التي قد وردت عن أهل البيت عليهم السلام تبين لنا حجم الثواب الذي أعد علما لمن يهتم في بيوت الله في المساجد هذا الرأي رأي آخر قالوا لا أن البيوت التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية المراد من عندها شنية المراكز العلمية بيوت العلم دور العلم كل مكان سواء غرفة مدرسة حسينية بيت في هذا المكان يتذاكر فيه طلاب العلم يدرس فيه العلم تمام أي علم كان طبعا فيه فائدة فيه منفعة ممن العلوم التي لا فائدة فيها ولا منفعة يقولون هذه الدور هذه المراكز العلمية هي المراد في هذه الآية لأن الإنسان مكلف في هذه الدنيا أن يعمل والإنسان يجب أن يعلم ومن ثم شنو يعمل لأنه في الرواية أو في الحديث المضموم أنه من عمل بلا علم كان أفسد أكثر مما يصلح الفساد الفساد الذي يؤدي أكثر من الصلاح أو الإصلاح الذي يريده من عمل من عمل بلا علم من عمل بلا علم فيجب لازم بالبداية أكون مقدمة علم معرفة ومن بعد ذلك شنو يصير العمل أساس الإنسان وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا من أجل العلم طبعا العلم فريض على كل على كل مؤمن ومؤمنة أحاديث روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام يبينون فيها فضل المتعلمين فضل العلم فضل العلماء الله عز وجل يقول في كتابه الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين شنو لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء روايات كثيرة آيات كثيرة في فضل العلم وفي فضل العلماء لذلك هشام بن الحكم هذا الصحابي من أصحاب الإمام الكاظمي والصادقي عليهما أفضل التحية والسلام هشام بن الحكم رجل شاب في مقتبل العمر لكن كان طالبا للعلم متعلما في مدرسة آل محمد تشوف الاهتمام والتقدير الذي ناله هذا الرجل هشام ممن؟ من الإمام المعصوم يوم من الأيام هشام دخل على مجلس الإمام الصادق عليه السلام هشام بن الحكم دخل على مجلس الإمام الصادق الإمام الصادق قام بأبيه هو وأمه إمام معصوم مفترض الطاعة بنفسه قام واستقبل هشاما شنو قال للإمام أهلا أهلا بناصرنا أهلا بناصرنا أهل البيت يا هشام ما دمت تنصرنا فروح القدس ينطق على لسانك هذا اهتمام هذا تقدير علما لصاحب علم لنابغة لرجل كبير عظيم في العلم والمعرفة اللي نال هذا العلم والمعرفة من أهل البيت عليهم السلام لذلك يقولون الرواية الواردة عن أمير المؤمنين أو عن أهل البيت عليهم السلام أنه من تساوى يوما فهو مغبون الإنسان الذي تساوى يوما فهو مغبون إذا اليوم مثل باجر وباجر مثل اليوم ما بها فايدة لذلك يقولون العلماء أنه الإنسان هذا اللو كل يوم يخصص من وقته لسه عنده عمل عنده التزام عنده مثلا وقت ينفه به عن نفسه وعن عياله وعن أولاده ومثلا طلعه ويأصدقاء إلى آخره لابد للإنسان أن يخصص من وقته ولو نصف ساعة نصف ساعة شي سوى بها يطالع يقرأ شنو يقرأ علم نافع وين يجد هذا العلم النافع يجده عمد آل محمد اللهم صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا التزام بهذا البرنامج كل يوم نصف ساعة عمي كل يوم صفحة يأخذ له كتاب أي كتاب من هذه الكتب المعتبرة التي يوجد فيها علوم أهل البيت عليهم السلام يأخذ لهذا الكتاب يوميا يقرأ صفحة الصفحة ما تطول خمس دقائق عشر دقائق ما تطول يقرأها هذا الإنسان بهذه الطريقة بهذا الفعل بهذا التصرف يوم ما رح يتساوى يقدر يغير المعادلة لأنه في كل يوم قاعد يزداد معرفة قاعد يزداد علم فهم قاعد ينهل من علوم أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام كل يوم يقرأ رواية وحتى لو مثلا إذا أكو أحد المؤمنين مثلا يدزل على الواتساب مثلا رواية البعض شي سووا مثلا يدزلوا رواية ودزلوا مثلا كلام أهل البيت قبلوا عدل شنو عبروها لا هي هاي نفسها طبعا الشخص يكون ثقة مو شخص يكون مثلا يجيبها إلى الزق يسوي كوبي بيست لا شخص ثقة تعرف أنه أخذ هذا الحديث أخذ هذا الكلام من أهل البيت أو من الكتب التي فيها روايات وأحاديث أهل البيت دزلك إياها أقراها إنسان يقراها باش يقراها ويتأمل بها شوية بهاي الطريقة أيضا قاعد شنو يزيد رصيده العلم والمعرف الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا شنو ليعبدون رواية عن المولى أبي عبد الله روحي له الفداء يقول إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون والعلم فريض على كل مؤمن وعلى كل مسلم أو على كل مؤمنة ومسلم فالبعض قال بأن المراد في هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع شنو هي دور العلم مراكز العلم كل مكان يصير شنو بيه درس للعلم رواية عن المولى الصادق عليه السلام نظمون أنه في كل بلدة كل بلدة لازم شنو يكون أكو ثلاث أصناف من الناس أول صنف يقول الإمام فقيه بصير ثقة والصنف الثاني طبيب معالج والصنف الثالث شنو أمير مطاع الفقيه البصير الثقة يعلم الناس شنو دينهم تعاليم دينهم عباداتهم معاملاتهم ماكو واحد بينا مثلا ما يمر مثلا بمشكلة فقهية بمشكلة شرعية المن يرجع خواه ما يرجع مثلا للنجار أو الحطاب أو مثلا الحداد لا كل واحد واختصاص صحي ولا يروح لي وين يروح إلى الرجل الفقيه أو المتشرع صاحب العلم من منبعه هذا صنف أول يحتاجه في كل بلدة أو كل بلدة تحتاج هذا الصنف من الناس الصنف الثاني الطبيب المعالج الناس أبدانهم معرضة للمرض معرضة للمرض أكو واحد بنا ما يمرض يضمن نفسه صحة والعافية لا لذلك هذا المرض عندما يمرض الإنسان الإمام يقول أنه يحتاج إلى طبيب يعالجه وبعد وأمير مطاع اللي هو يتناول أو ترجع إليه القضايا الإدارية المتعلقة في البلدة السياسية الاقتصادية وإلى غيرها عموما فهذا المراد المعنى المراد به أنه البيوت دور العلم هي المعنية في هذه الآية الكريمة أما المعنى الثالث ألا وهي ألا وهو أنه المراد من هذه البيوت في بيوت أذن الله أم ترفع هي بيوت الأنبياء والأولياء شلون بيوت الأنبياء والأولياء عندما نزلت هذه الآية المباركة على نبينا المصطفى محمد في بيوت أذن الله أم ترفع ويذكر فيها اسمه النبي صلى الله عليه وآله تلى هذه الآية على مسامع المسلمين فقام أبو بكر فقال يا رسول الله وأي البيوت هذه المراد في هذه الآية الكريمة يا بيوت هاي تعنيها يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب أبو بكر ماذا قال له؟ قال له إنما هي بيوت الأنبياء والأولياء قال له بيوت الأنبياء والأولياء إهنان أبو بكر التفت إلى رسول الله ماذا قال له؟ قال له يا رسول الله وهل هذا البيت منها؟ أشار إلما إلى بيت علي وفاطن إهنان أكو أسباب اللي سأل بيها أبو بكر هذا السؤال وطبعا هذا السؤال ما كان فقط عند أبي بكر لا عند أغلبي من اجتمع هناك في مسجد رسول الله أو عند رسول الله صلى الله عليه وآله عند أغلبي مسلمين آنذاك شنو السؤال؟ إنه قلوبهم وعيونهم وأبصارهم متجهة على من؟ على بيت علي وفاطن فقل له يا رسول الله وهل هذا البيت منها؟ بيت علي وفاطمة هنا عدة أسباب من هذه الأسباب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث عن هذا البيت وعن أهل هذا البيت بأحاديث تارة على النحو الخاص يعني تارة يتحدث النبي عن فاطمة في فضل فاطمة فقط تارة أخرى لا أن النبي يتحدث في فضل علي وعن مقام علي ومكانة علي تارة أخرى لا يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن من؟ عن الحسن والحسين وفي فضلهم ومقامهم وعظمتهم ومكانتهم تارة أخرى لا على نحو الإجماع شلون يتحدث عنهم كلهم صلوات الله وسلامه عليهم مثل شلو؟ مثل حديث الثقلين إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا هذا السبب لأن النبي كان يكثر من الحديث من البيان حول هذا البيت وأهل هذا البيت سبب آخر أكتجر بعضهم سابقة لما انجى الأمر الإلهي أنه يا رسول الله أغلق كل الأبواب المفتوحة على مسجدك باستثناء باب منه؟ باب علي فسد الأبواب إلا بابه إجاء الرسول الله قال له يا رسول الله ما معنى؟ قال هذا أمر من قبل الله تبارك وتعالى مو منع ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى هذا الأمر من قبل الله أيضا سبب آخر ربما أسباب كثيرة بس نحن نقف عنده ثلاثة فقط سبب آخر اللي هو الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله فعله اللي بينا أعتقد البارحة أنه رواية ابن عباس يقول كان النبي ستة أشهر رواية أخرى يقول تسعة أشهر كان يمر قبل صلاة الصباح وين؟ على بيت علي وفاطمة ويطرق الباب ويقرأ الدعاء وينادي الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذا السبب يوجد أسباب أكثر اللي دعت وجعلت هذا الرجل يسأل منه رسول الله يقول لي يا ربي ما سأل على بيت مثلا الزوجة من الزوجات النبي بيت فلانا أو بيت فلانا لا لا قال لي يا رسول الله وهل هذا البيت منها بيت علي وفاطمة النبي تجاوب قال بل هو قال بل هو من أفضلها أو من أفاضلها هذا البيت من أفضلها أو من أفاضلها هذا البيت بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم المعنى الثالث الذي فيه نص رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه البيوت المعنية والمراد فيها بهذه الآية أنها شنو بيوت الأنبياء والأولياء وبيت مولانا علي وبيت مولاتنا فاطمة من أفضلها أو أفاضلها الله عز وجل أورد في القرآن الكريم هذه اللفظة لفظة البيوت متعددة أحيانا الله عز وجل يجيبها على نحو تكون على نحو عام مو نحو خاص شلون على نحو عام أعرض بخدمتك الآية الكريمة بعد الصلاة على محمد وآله محمد الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليس على الأعمى حرج إلى أن يقول الله عز وجل وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُمْ أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم كلها بيوت أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه هنا هذا شكل عام الله عز وجل يتكلم بشكل عام عن البيوت يقول ما كح عليكم حرج أن تدخلوا أو تأكلوا من هذه البيوت لكن هناك الله عز وجل جاء في هذه اللفظة على شكل خاص يعني يسوزون رب العالمين على هذه البيوت من هذه البيوت اللي وبيته نوح الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم على لساني نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات هنانا الله عز وجل ذكر خصوصاً بالخصوص بيت نوح هذا النبي الصالح اللي ومن أولي العزم نوح عليه السلام دعا بقومه تسعمية وخمسين سنة تسعمية وخمسين سنة هوايتر عمين اشقد امنوا بنوح ثمانين نفر الإمام الصادق يقول يسئله يقول لهم ثمانين نفر اللي يأمنوا وينوح هذا بيت ذكره الله تبارك وتعالى على نحو الخصوص بيت آخر بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد بيت يوسف يا بيت بيت يوسف البيت الذي صار يوسف مع من؟ مع زليخة الله عز وجل يقول وراودته التي هو في بيتها هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذا البيت كان مكانا ومحلا للمعصية وللرذيلة لكن يوسف الصديق حوله وغير مجرى ومسار هذا البيت من المعصية إلى الطاعة تحول من طريق المعصية والآثام إلما إلى طريق طاعة الله تبارك وتعالى والبيت الآخر اللي هو أعظم البيوت اللي هو بيت آل محمد شلون هذا البيت في الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا البعض قال المراد بها بيوت النساء النبي لا لا الآيات القبلها بيوت كون بالنون نون النسوة لكن عندما وصل الله عز وجل إلى هذه الآية خاطبه إنما يريد الله ليذهب عنكم مو عنكم لا عنكم أهل البيت مراد بها علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك الإمام الباق الروحي له الفداء يوم من الأيام دخل عليه أحد العلماء من أبناء العام أعتقد اسمه قتادة دخل على الإمام قال لي يا ابن رسول الله أنا كلما أنا كثير الجلوس والمجالسة مع العلماء والمفسرين والفطاح الأهل العلم لكن ما أصابتني هيبة مثل ما أصابتني الآن عندما جلست بين يديك الإمام قال لي أنت تعرف وتعلم بين يدي من تجلس التفت إليه قال له لا يا ابن رسول الله الإمام قال له أمت الآن تجلس بين يدي بيوت أذن الله أم ترفع ويذكر فيها هذا البيت بيت علي وفاطمة أسألكم الدعاء بيت علي وفاطمة الرواية عن المولى الباقر عليه السلام يتقول أنه رسول الله قبل وفاته جمع المسلمين قاطبة وين عنده سواء في المسجد أو في مكان آخر جمعهم عنده النبي صلى الله عليه وآله النبي عندما رأى المسلمين قد اجتمعوا عنده التفت إليهم قال لهم يا معشر المسلمين باب فاطمة بابي وحجابها حجاب الرواية عن المولى الباقر باب فاطمة بابي وحجابها حجابي يا معشر المسلمين فمن هتكه هتك حجاب الله فمن هتكه هتك حجاب الله يقول الإمام الباقر أو الرواية أن المولى الباقر قد جرت دموعه على خديه وقال ثلاثا هتك والله حجاب الله هتك والله حجاب الله كيف هتك حجاب الله هتك بضرب فاطمة وبحرق باب فاطمة وبكسر أضلاع فاطمة وبإسقاط جنين فاطمة هكذا هتك حجاب الله نعم يا مؤمنين يا موالين مولانا أمير المؤمنين ومولاتنا فاطمة في هذه الأيام مثل هذه الأيام بقيت معلولة مكسورة مهمومة مغمومة تبكي أباها تبكي حالها تبكي حال علي تبكي حال أولادها لذلك مولاتنا فاطمة قبل أن تفارق هذه الحياة جلست مع من؟ مع مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصارت توصي أبا الحسن قالت له يا أبا الحسن يا أبنى العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ أن عاشرتك فقال لها حاشا يا فاطمة أنت فاطمة بنت رسول الله بنت رسول الله بنت محمد حاشا أن أوبخك حاشا أن يتصدر من عندك المخالفة لذلك مولانا أمير المؤمنين بكى روحي له الفدا عندما سمع كلام فاطمة وصية فاطمة كأمني بلسان حال مولانا علي يقل هاي البتول صدقتر حين أو تعوفين بعجل يا قرة العين يقل هاي البتول صدقتر حين أو تعوفين بعجل يا قرة العين تمنيت العمر ويانت قضيين وتظلمت شملنا سنين يا ينوسني هذا حال علي أما حال أيتام فاطمة أولاد فاطمة حال مولاتنا زينب تنظر إلى أمها وهي بذاك الحال كأني بإعاد قل هي يما يما حسبا لي يما حسبا لي يزار تبقي وباري يي 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 ييج قولي يما شنه ماذيج لسان حال العقيلة زينب مع أمها فاطمة قولي يا يما شنه ما ذيك شنه ما ذيك يما من الجر ما تمحل بيك لوان بيدي أفت قلبي وداويك وتطيب العلة البيت والعافية من الله تردليك يا يدليك هذا حال زينب أما حال مولانا كريم أهل البيت إمامنا الحسد يقولها يما لا تجرين النفس بهداي هذا لم نازع قطع حشاي يما لا تجرين النفس بهداي بهداي هذا لم نازع قطع حشاي يما ترانا ترانا من البواج نازع من عيناء مولاتنا فاطمة أوصت مولانا أمير المؤمنين بوصاياها أوصته بأيتامها بالحسن بالحسين بزينب بأمك الثوم لكن أكو وصية 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 وصت بها الزهراء مولاتنا زينب هذه الوصية خاصة بين فاطمة وبين مولاتنا زينب الكبرى ما هو كنت تنفذت هذه الوصية؟ بيا يوم بيا ساعة بيا حال في اليوم الذي وقف فيه مولانا أبو عبد الله في وسط الخيام ونادى يا زينب يا ليلة يا سكينة يا رباب يا رقية يا فاطمة هل أم لوداعي فهذا الوداع الأخير اجتمعا بنات رسول الله عيال أبي عبد الله وين بذاك اليوم؟ يوم عاشورة يقول هذا المرحوم رد وعيال من العطش يوم رد وعيال من العطش يوم وصاح حسيا للتوديع قوم مثل سرب القطيقى من يحوم تطيح عليا وحدتهن وتعثار مولانا أبو عبد الله وادعى بناته وادعى نساءه وادعى أطفاله بعد ذلك توجه إلى مولاتنا زينب أبو علي نانا هماتين عنده وصية ويا من؟ ويا أخته زينب التفت إلى أخته إلى مولاتنا زينب صار يوصيها الله يرعم أمواتكم يقول المرحوم الجد أجل زينب يوصيها بالعيال يوصيها بعليل أو كل الأطفال إنما يوصيها بالعليل لأنه مريض يكون الداري وتلاحظة والأطفال هم يريد لهم يوصيها بعليل أو كل الأطفال شاف الحسين يا أقدر أصبر عزم الحسين روحي له الفدا أن يتوجه إلى الميدان لقتال الأعداء ركب جواده هم بالخروج وإذا بصوت العقيل زينب هنا الوصيها هنا الوصيها إذا صوت العقيل أخي أبا عبد الله ليه هنا انتظرني شوي أبو علي التفت ها يا زينب ها يا أختاه ما تريدين أخي أبا عبد الله انزل من على ظهر جواده نزل الحسين من على ظهر جواده قالت له مولاتنا زينب أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدره مولانا أبو عبد الله كشف لها عن صدره مولاتنا زينب شمت مولانا الحسين وقبلت صدره بعد ذلك وجهت وجهها نحو المدينة مناديا السلام عليك يا أمه يا فاطم أمه قد أديت الأمانة أبو عبد الله التفت إليها قال لها أخي أية أمانة أية وصية قالت له أخي أبا عبد الله عندما حضرت الوفاة أمنا فاطمة أوصتني بأن أشمك بنحرك وأقبلك في صدري قل ريض يا أخي أحسي ألي عندي وصية من الزجية قالت بيوم الغاضرية لو شفتي الغالي علي ولا ظل كل أحد بجياه شميه من نحر الشفية وقبليه من صدر إلي شميه من نحر إلي وقبليه من صدر إلي اللهم بمولانا أبي عبد الله وبمولاتنا فاطمة تفضل علينا وغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وتقبل منا هذا القليل فهو عندك كثير يا أكرم الأكرمين أرحم الراحمين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر